أكد سفير مصر ببروكسل بدر عبد العاطي على ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار البرامج العلمية المقدمة من جانبه وخلال لقائه المفوضة الأوروبية للابتكار والبحث العلمي والثقافة والتعليم والشباب أكد عبد العاطي على الأولوية التي تعطيها مصر للنهوض بقطاع التعليم كما تم إلقاء الضوء على الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتعزيز قطاع التعليم العالي من حيث إقامة الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها فضلا عن الإجراءات الوطنية لتمكين الشباب ودعم الشركات الناشئة بالإضافة لسبل دعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي